في عدن بحث محافظ العاصمة عدن أحمد لملس مع مجموعة مشاورات عدن سبل إعادة دور المدينة الريادي في الأمن والتعايش السلمي واستعرض اللقاء مقترح المجموعة عن الحلول والمعالجات في الجانبين الأمن والعسكري على أن تكون عدن خالية من السلاح وتعزيز التدريب والتأهيل لجهازي الأمن والشرطة وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة كما شملت الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية لفتح البنك المركزي فرع عدن لحساب خاص بإرادة عدن وإعادة النظام البلدية وتنظيم وترتيب النازحين والعناية بالعملية التعليمية وإحياء نظام مجلس تخطيط المدينة ولفت المحافظ لملس إلى أن هناك جهود تبذل لإعادة التعاون والثقة بين المجتمع وأجهزة الأمن عبر اللجان المجتمعية إضافة إلى استعانة بذوي الخبرة والتجربة في المجال الأمني كاشفا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا لكشف نتائج التحقيقات في الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة عدم مؤخرا والمتورطين فيها اشتركوا في القناة